عندما تعرف المنطقة وتنقطع عنها لتسع سنوات من الحرب وتأتي لتزورها وقد تغيرت معالمها وتحولت إلى غابة من الأشجار فاعلم أن ميليشيات همجية وصلت إلى هنا لتهدم بيوت أمر الله أن ترفع ومنازل كان أهلها يعيشون بها بأمان فحولتها إلى خرائب والله هؤلاء الزملاء هم الأهل وهم الأسرة وهم من نفتخر بأن نعيش معهم نحن من المرابطين في القبهة ليلة بنهار على العدوم وإن شاء الله نحن بالمرصاد ليلة بنهار وعيوننا إن شاء الله وإن شاء الله نحن والأبطال ساهرة ليلة بنهار بحق الشهر الكريم هذا إن شاء الله نصر قريب بإذن الله زيارتنا كانت برفقة ركن التوجيه المعنوي لللواء 170 دفاع جوي الذي تفقد المقاتلين بأكثر من موقع واطلع على معنوياتهم وجاهزيتهم القتالية لنتنقل بين أحياء حي الصفى المهجورة لتبعث بالنفس الأسى والقهر مما تصنعه ميليشيات إيران من إرهاب لننهي زيارتنا بالإفطار مع المقاتلين الذين يرى بأعينهم الشوق للزحف والانقضاظ على أبناء الكهوف الغرباء على تعز نحن نعتبر أن الزيارات لأبطالنا في خنادق البطولة والشرف والفداء والوفاء هو عبادة لله سبحانه وتعالى فكما أن كثير من الناس يذهبون لأداء العمرة والطاعات في الأماكن المقدسة فنحن نعتبر أن متارسنا أماكن مقدسة لأن فيها رجال يذودون عن العرض وعن الأرض وعن الدين وعن القيم وعن الأخلاق فالبقاء معهم بل هو الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى ورباط يوم في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحقر الأسود كل تفكيرهم إيجابي ارتقوا في سلم الوطنية حتى أصبح الروح والدماء والوقت والجهد أرخص عليهم من الدين والأرض والعرض محمد يوسف لقناة سهيل تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر